اشتركوا في القناة نحاول طرح المشكلة الى الرأي العام قبل ان تتفاقم الامور وقبل ان تخرج عن الصيدرة فهل ستلجأ الحكومة الى فرض سياسة تحديد النسل وكيف ستتعامل الدولة مع المشكلة المحدقة وهل ستحل رؤية العراق للتنمية المستدامة 2030 هذه الاشكالية اذا العراق في المرتبة السابعة والثمانين عالميا في الزيادة السكانية احصائيات ونسب وزارة التخطيط اوضحت مسارات وافق النمو في حجم الكتلة البشرية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة للحديث اكثر عن هذا الموضوع ارحب بضيوفي من بغداد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبدالزهر الهنداوي والمختص بادارة الازمات سيد علي جبار ومن بغداد أيضا الباحث الاجتماعي حيدر الدهوي مرحبا بكم جميعا نبدأ معك سيد عبدالزهر السؤال المنطقي الذي يطرح في مثل هذا الموضوع السبب وراء تنامي السكان في العراق وما وصف بالانفجار السكاني ما الاسباب التي تقف وراءه شكرا جزيلا مساء الخير تحية طيبة لك والضيفين الكريمين ولمشاهدي بالعراقي والحر العراق حيث ما كانوا وحيث ما يكونون شكرا جزيلا بالتأكيد ملف الزيادات السكاني يعد من المفاتل ربما الشائكة والمعقدة وما يشهده العراق نعم صحيح هو يعد في حسابات الزيادات من الزيادات المرتفعة ولكن حقيقة ما زلنا ربما بعيدين أيضا عن وصفه بالانفجار السكاني الانفجار حقيقة يحدث كفان الله شر الانفجارات وقد غادرناها منذ زمن والحمد لله يحدث عندما تكون نسبة الزيادة السنوية يعني خمسة بالمئة فما فوق ربما ستة سبعة بالمئة وكرقم نتحدث ربما عن خمسة ملايين أو أكثر من هذا الرقم كزيادة سنوية ما يسجل الآن في العراق هو حقق بنسبة زيادة سنوية تبلغ 2.5 أو أكثر بقليل وهي منخفضة عن ما كانت عليه قبل عقد من الزمان كنا نتحدث قبل يعني في 2012 و2013 كانت نسبة الزيادة أكثر من ثلاثة بالمئة وحتى معدلات الخصوبة لدى النساء الأخرى شهدت تراجعا في معدلاتها من ستة تقريبا ستة ولادات إلى أربع فاصل خمسة أو خمسة تقريبا بالنتيجة هناك تراجع ولكن ما نشهده هو زيادة تراكمية ودائما هو المجتمع يوصف بالكأن الحي وهذه الحيوية أو هذه الحياة متتمثل بالإنجاب والولادات حتى يبقى المجتمع يعني حتى نوضح هذه النقطة سيد هندوي عندما نتحدث عن زيادة في الولادات وقلة في الخصوبة ما الذي يعنيه ذلك بلغة الأرقام بالتأكيد نحن نذهبون باتجاه ما يسمى بحالة الاستقرار السكاني أو حالة الإحلال السكاني كما يسميها المختصون في مجال الديمغرافيا والإحصاء بمعنى أن الإحلال عندما تكتفي لأسرة مثلا بطفلين فهذا هؤلاء الطفلان يحلان محل الأبوين فيما بعد ولكن بالنتيجة نتحدث عن الزيادة أنها هي طبيعية ولكنها مرتفعة باللحاظ ما يسجل سنويا الآن خلال على الأقل خلال الثلاث سنوات الماضية كان يعني معدل الولادات كرقم يعني يتراوح من مليون إلى مليون وربع وإذا أخذنا من نظر الاعتبار أنه نصف سكان العراق هم بعمر الزواج وبعمر الإنجاب فيفترض تكون الزيادة بحقيقة أكثر من هذا الرقم يعني نصف سكان العراق بمعنى أكثر من 20 مليون إذا قسمناهم على الأسر نتحدث عن 10 ملايين أسرة وهذا هو عدد الأسر تقريبا من 9 إلى 10 ملايين أسرة فيفترض أن تكون الزيادة يعني أضعاف هذا الرقم ولكن هناك أقول هناك شيء من التراجع في معدلات النمو وهذا واضح أن الأسر حديثة التكوين بدأت تكتفي بطفلين أو ثلاثة أطفال فيها بعد تقدير وهذا حقيقة مؤشر جيد يمكن أن يستثمر ويمكن أن نذهب باتجاه إشاعة الوعي وتنظيم الأسرة في مستقبلا حتى يكون الوضع أو حالة سكان تشد استقرارا في نمويها سيد علي جبار الحديث عن مبالغات في قضية الانفجار السكاني هل هو دقيق أم فعلا نحن نقترب من هذه الحالة والزيادة هل هي طبيعية أم فعلا تنذر بهذا الانفجار واحدة من المؤشرات التي ممكن تكون هندسية لنسبة الانفجار السكاني أن يكون هناك الكثافة السكانية على المؤشرات التي ممكن تكون مخدومة تكون كمير جدا وعاري جدا وهذا ممكن نغثر تأهيرات اجتماعية وغيرها الحالة التيادية في الحياة البشرية أنه ممكن يكون هناك نمو سكاني لكن الحالة التيادية أنه ممكن تكون في دول تشهد كثير من التلك في مشاريع استراتيجية لتوفير السكن الصحة التعليم هذه المثلث الأهم في الحياة للحياة البشر وبالتالي هنا ننتقل إلى مرحلة أنه ممكن نبدأ في مرحلة أزمة سكانية وممكن يطلق عليها أنه انفجاس سكاني يحكم أنه عدم تساعد وقعات جرافية التي ممكن تستوعب سكانيين لخدمات سبيحك عذرا سيد علي جباري يبدو أن هناك مشكلة لديك في الصوت أو على الأقل ما تصل لحد هذه اللحظة لحين إصلاحها سأنتقل إلى ضيفي الآخر سيد علي أو حيدر الدهوي سيد دهوي يعني دور الثقافة دور التقاليد في مشكلة النمو السكاني هل هناك أزمة في هذا الخصوص السلام عليك سيد الكريم وعلى ضيفيك الكريمين أيضا طبعا حديث مهم جدا أن نتحدث عن التوعية المجتمعية وتنظيم الأسرة في العراق بعد غياب طويل من التنمية البشرية والتوعية ومرور العراق بأزمات وتراكمت هذه الأزمات عبر سنوات طويلة وكل حكومة تأتي تترك أزمات وتراحلها في هذا الجانب إلى الحكومات اللاحقة لم نشهد طبعا خلال السنوات الماضية حركة التوعية كبيرة جدا على مستوى التنمية البشرية فضلا عن ذلك عن النمو السكاني في البلد يجب أن تكون هناك دورات خاصة للعسرة العراقية ومحاولة تنظيم النسل فيها نحن مجتمع عربي الإسلامي والمجتمع العربي الإسلامي دائما مندفع إلى عملية الزواج المبكر الذي ممكن أن ينجب أطفال في حالة من وقت نقول دائما أن الزواج المبكر ينتج أطفال في حالة مبكرة فضلا عن ذلك تحسن الحالة الصحية في المجتمع العراقي ومحاولة أنه نجاح عمليات الإنجاب بطفل الأنابي فضلا عن ذلك بعض الرفاهية التي حصل للمواطن العراقي عليها متأخرا ويقابلها أيضا العشوائيات التي لا تنظم ونسلها بطريقة صحية كل ذلك ألقى بظلاله على مسألة الإنجاب الوعي هنا مفقود حقيقة لا في المدارس يدرس ولا في الجامعات حول كيفية تنظيم الأسرة وماذا يعني النمو السكاني وماذا يعني انفجار السكاني وماذا تعني المخاطر المستقبلية لوجود هذه عدم تنظيم الإنجاب في العراق لذلك نحتاج إلى حالة من رحو الوعي سيد دهوي هناك حديث أيضا بصريح العبارة لدي هنا تقرير من مأحد واشنطن يتحدث هذا التقرير عن إشكالية في قضية التثقيف الجنسي عند المجتمعات في العراق في المدارس في الجامعات في غيرها من دور الثقافة والتعليم هل هذا دقيق؟ أنا أعتقد هذا غير دقيق الأسرة العراقية منذ نعمة أطفال تتربى على عدات والتقاليد ما زالت محافظة عليها في متى تعرف المرأة العادات الجنسية وطريقتها وكيفية الارتباط بالزوج وكذلك الفتى اليوم نحن عدنا في البيئة العراقية أكثر ثقافة في هذا المجال ومطلع من فتى كثيرا الديانة تسمح له بأن يستوعب هذه الفكرة ويحاول أن يمارسها في حياته اليومية ولكن يحتاج إلى عملية تنظيم وعملية وعي حقيقة هنا قلة الوعي في هذا الجانب ودور رجال الدين في عملية إفهام وإيصال فكرة الجنس لدى شبابنا ولدى مجتمعنا طبعا ضعيفة نميل دائما إلى جانب التوعي في مجالات الارتباط والخالق ولكن لا نميل للقضايا الاجتماعية كثيرا في هذا الجانب فضلا عن المدرسة يعني محرج المدرسة العراقية لم أجد كتابا يتناول هذه المسألة الجنسية في المدرسة الابتدائية ويفهام ما المقصود من الجنس يعني هناك قصور سيد دهول يعني هناك قصور بهذا الجانب ليس كذلك نعم نعم قصور كبير جدا المجتمع العراقي لا يسمح بهذه الأمور يعتبر من الأمور أنه تكون داخل الأسرة ممكن الأم الأيب هذا الدورة داخل الأسرة النواية الصغيرة في عملية التثقيف والتوعية ويتحرجون من هذه المسألة بوصفة المجتمع مجتمع محافظ احنا عدنا مجتمع عريفي مجتمع مدني مجتمع عريفي أكثر يعني تحفظا في الحديث مثل هذا الموضوع لذلك نحن نحتاج إلى كتب خاص طبعا تثقيف في هذه الناحية تثقيف الجنسي المجتمع العراقي بحاجة كبيرة ما شفنا منهج حقيقة موجود في داخل المدارس يدعو إلى ذلك ولا وجدنا الكثير من التربويين والاجتماعين يدعوين إلى ذلك طيب أعود مرة أخرى إلى ضيفي السيد علي جبار سيد علي يعني أكمل لو تفضلت ما بدأت به وهل فعلا فيما يتعلق بالاقتراب من الأزمة السكانية هناك حديث أيضا في نفس التقرير الذي أشرت له قبل قليل يتحدث عن أن 10% من سكان مدينة الصدر فقط تزوجوا قبل بلوغ السن القانونية هذا يؤشر أزمة كبيرة ليس كذلك يبدو أننا فقدنا الاتصال مرة أخرى مع السيد علي عود إلى السيد عبد الزهرة الهنداوي سيد هنداوي كيف تعلق على ما حصل هناك إلقاء باللائمة على قضية قصور في التخطيط بهذا الجانب وعدم استيعاب ما يحصل حاليا من نمو سكان نعم هو أكيد كان هناك ثمة مشكلة أنه هي السياسات السكانية في أوقات سابقة لم تكن مدمجة أو لم تكن متضمنة ضمن الخطط التنموية وبالتالي هذا خلق فجوة بين التنمية البشرية وبين واقع التنمية بكل أبعاتها الأخرى لذلك حدث هذا الأمر حدث أنه فعلا هناك ما يتعلق بزواج صغار السن وزواج القاصرات هذه الإشكالية موجودة في ثناء المجتمع لا سيما المجتمعات الريفية والمجتمعات هناك مجتمع مدني متريف في المدينة وهناك شكالات كثيرة ما زالت تشوب هذا الواقع وهذا الملف بالنتيجة ما نتحدث عنه اليوم هو وضع سياسات سكانية جزء منها مساحة منها تركز على قضية عملية التذقيف والتوعية وتنظيم الأسرة حتى أولا من خلال استخدام الأساليب الحديثة في عملية التنظيم وأيضا فيما يتعلق بإشاعة الوعي الجنسي لدى أفراد المجتمع هذا طبعا يقابل أيضا في واقعنا اليوم أن هناك حالات تحسن بدأت تظهر في بعض الجوانب مثلا زيادة معدلات الأعمار لدى النساء والرجال في العراق صار هناك حقيقة تحسن معدل الأعمار لدى الرجال كان من 69 سنة متوسط عمر البقاء على قيد الحياة إلى 72 سنة والنساء وصلت إلى 76 سنة بعدما كانت حوالي 74 و73 سنة أيضا حتى ولادات الأطفال الأحياء الأطفال اللي ولدون أحياء ارتفعت المعدلات بشكل واضح وانخفضت معدلات الوفيات لدى الأطفال عند الولادة هناك تحسن في المشهد الصحي في العراق ولكن في المقابل أقول وأؤكد أنه فعلا ما زلنا نحتاج إلى سياسات بعدما فعلا بدأنا في وزارة التخطيط بوصفها الجهة المعنية برسم السياسات والخطط سنتي على ذكر هذه المعالجات والسياسات التي يحتاجها العراق لكي يعبر هذه الأزمة الآن فقط أشير إلى إدماج السياسات السكانية في البعد التنمو والبعد السكاني إدماجها في البعد التنمو هذه قضية في غاتل أهمية سنناقش هذا الموضوع سيد هندوي بالجزء الأخير من هذه الحلقة اسمح لي فقط أعود مرة أخرى إلى ضيفي سيد علي جبار التحدث قبل أن ينقطع الاتصال معك سيد جبار فيما يسألت مشكلة الزواج المبكر الزواج تحت السن القانونية في ظل قلة موارد في ظل زيادة هائلة في عدد السكان في العراق هل نحن على وشك الوصول إلى ما منضبط يعني واحدة من الأوصاف التي نطلق بها نوع من النبو السكان المضطرب الذي نتحدث عنه في العراق هو مسألة أنه ممكن يوصلنا إلى حالة ممكن تصل إلى وصف الانفجار السكاني بحكم أنه الرقعة الجغرافية المخدومة سكانيا وبشكل حضري أنه ممكن تخدم عدد البشر أو الأفراد الممكن يكون نمو بهم عالي جدا وهي حالة طبيعية لكن الحالة الغير طبيعية أنه الدولة لم تستوعب بمشاريح الخدمية للسكن والصحة والتعليم هذا النمو السكاني بشكل سليم بمعنى نعم يبدو أننا مرة أخرى نعود ونفقد الاتصال مع السيد علي جبار أنتقل إلى السيد حيدر الدهوي سيد حيدر ممن يخاف الباحثون تحديدا فيما يتعلق بقضية النمو السكاني ولماذا يخاف البعض من أن يسميه انفجارا سكانيا دقيقة الانفجار السكاني يعني أن عدم وجود خطط تنموية واضحة ودقيقة الاستيعاب هذه النمو السكان الحاصل في العراق خشية يعني بسبب عدم وجود خطط الأستاذ العزيز الهند يقول أنه في وزارة التقطيط وعلى أسف وأنا أعتذر من أخي العزيز أنه حبرا على ورق اليوم نسبة يعني ما تحت خط الفقر وصل إلى 41% وليس هناك معالجات لهذا الموضوع فضلا عن ذلك بالنسبة الهجرة من المدينة إلى الريف أيضا بنسبة كبيرة جدا وتقليل هذه العاملة الموجودة في الريف وكل تحولها إلى المدن اليوم بغداد أكثر من 12 مليون نسبة موجود فيه وهذا نمو سكاني غير طبيعي مقارنة بقية المحافظات الأخرى الانفجار السكاني في العراق أعتقد أنه سيتأخر ما نحتاجين نسبة العمال ونسبة منهم من 15 إلى 60 سنة ينمون نمو طبيعيا في المجتمع العراق ولا يخشى على المجتمع العراقي من هذه الظاهرة التي تحدث في المجتمعات الأخرى نعم نحتاج إلى عملية تنظيم نحتاج إلى عملية دراسات معمقة في هذا الجانب وبشكل كبير وواسع للسيطرة على معدلات النمو ولكن هذا غير موجود اليوم ما عندنا العفو عندي بعض الكهرباء وهذا واحد من مشكلاتنا حقيقة فضلا عن ذلك استصلاح الأراضي الزراعية لاستقطاب الشباب وغيرهم وتمكين المرأة اليوم كلنا متأخرين بها اليوم الوثيقة الوطنية التي تمت يعني التعريف بها من خلال رئيس الوزراء الحالي بها عشر نقاط هايش وقت حينما نمكن أن نعالجها ولذلك يخشى المراقبون والباحثون والدارسون من وجود انفجار سكان ربما يحدث في السنوات القادمة بسبب تزايد والإقبال الشباب على الزواج فضلا عن ذلك عدم وجود تنظيم للأسرة بشكل طبيعي ولكن لا نخاف من هذا الموضوع يجب أن تكون سياسات واضحة يجب أن تكون هناك عملية تنمية يجب أن يكون هناك عملية وعية يجب أن يكون هناك دراسة سنوية والاستعانة بأصحاب الخبرة والاقتصاص في هذا المجال ويجب أن تكون هناك صندوق للسيادة لضمان عدم وصولنا إلى هذه المرحلة في الانفجار السكان لا سبح الله شكرا جزيلا هنا مشاهدين دعونا نتوقف قليلا لننتقل إلى فاصل متابع من بعده ما التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للانفجار السكاني المحتمل في العراق أجدد الترحاب بكم مرة أخرى مشاهدين وبضيوفي أيضا وأعود مرة أخرى إلى ضيفي من بغداد الذي لم تسعفنا في الجزء الأول ربما بعض المشكلات التقنية في الاسترسال معه في الحديث سيد علي جبار المختص بإدارة الأزمات في هذا الجزء سيد علي يعني الحديث هنا في ما يتعلق بالتلكؤ الحاصل من قبل وزارة التخطيط والقصور بهذا القضية والضعف والإخفاق من الاستفادة من تجارب الآخرين في توظيفها بشكل صحيح في العراق إلى أي مدى هذا الحديث دقيق برأيك بإنصاف ميهني أنه ممكن منخلي ساحة وزارة التخطيط لكن العبل أكبر على مسألة أنه احتواء مشكلة الإسكان وتوفير البرامج الاستراتيجية التي ممكن تكون متوازية بشكل متناسب مع النمو السكان للعراق هي مشكلة المؤسسات التنفيذية التي ممكن تضع بعينها كيف تنفذ أنه مشاريع إن كانت بالسكن أو الصحة أو التعليم كما ذكرت قبل قليل وكيفية موازنتها وممكن الارتقاء بها حتى ممكن تستوعب هذا الكم من العدد والنمو السكاني ذكرت قبل قليل للمقارنة مع الدول الجوار نمو السكان يكون ضعف عن دول جوار تركيا تقريبا 1% مصر تقريبا 1.6% السعودية 1.4% بمعنى العراق ضمن معدلات النمو السكاني هو ضعف وأيضا الخلال الأكبر هو في عملية البرامج أو المشاريع التي ممكن تستوعب هذا الارتفاع بالنمو السكاني هذا هو الخطر الذي ممكن تشير إلى معظم التقارير الدولية على المستوى على الأقل المستوى الاقتصادي كيف سيكون التأثير بهذه الطريقة إذا كانت مستوى الزيادة السكانية على قدر الضعف أو أكثر بمعنى أنه سنواجه مشكلتين وهما الأخطر الآن هي البطالة ومعدلات الفقر ومن ضمن تداعيات هذه المشكلتين بمعنى أنه سنتجه إلى مشكلة في النظام الصحي والتعليمي بمعنى أنه يكون لدينا مشاكل في المجتمع بشكل عالي جدا هذه هي الأخطر اللي ممكن تواجهها الأغرب ما في المسألة أنه نتكلم عن دولة ما المفروض تواجه هذا النوع من الخلل في النمو الاقتصادي اللي ممكن يتواكب أو يتساوى مع معدلات النمو السكاني للمجتمع لأنه البلد يحتكم على نظام اقتصادي أو موارد اقتصادية عالية جدا لكن سوء الإدارة سوء التخطيط سوء البناء ذا تكون هي العائق الأكبر أنه ممكن توصلنا إلى مرحلة أنه ممكن نسميه انفجار سكاني نتيجة سوء الإدارة أو المشاريع اللي ممكن تنفذ في عمل احتواء هذا النمو السكاني في حين بعضا من دول العالم عندما تكون المعدلات الفئات المجتمعية بها الفئة الشابة بمعنى هذه واحدة من القوى اللي ممكن ترتكز عليها في البناء الاقتصادي ولكن المشكلة اللي مواجهها أنه هذه الفئة تكون هي أكبر فئة تكون بها مشكلة أنه بين البطال إذن بدل أن تكون هذه الفئة المجتمعية حتى الذي ذكرها سيد الهندوي أنه تقريبا نصف سكان عراق من فئة الشباب تقريبا لكنها تحولت من قضية إنتاجية إلى عبء على الدولة أنتقل بهذا السؤال إلى سيد عبدالزهر الهندوي حتى أخذ تعليق مننا على هذه النقطة نعم بالتأكيد عزيزي أي زيادة سكانية ما لم تقابلها سياسات سكانية تستوعبها وتحولها إلى جانب إيجابي ستمثل مشكلة وستبقى بمثابة القنبلة الموقوطة قد تنفجر في أي لحظة لذلك أنا قلت في البارت الأول قلت أننا نسعى إلى أدماج البعد السكاني أو الجانب الديمغرافي في الخطط التنموية نحن حتى نستوعب هذه الزيادة حقيقة ينبغي أن تكون نسبة النمو الاقتصادي هي ضعف نسبة النمو السكاني نحن اليوم قلنا أن نسبة النمو هي 2.5 وهي منخفضة عن ما كانت عليه نتحدث عن نسبة نمو الاقتصاد ونريد أن نصل بها إلى 5 أو أكثر من 5% مع الإشارة إلى أن نسبة النمو السكان في العراق كان العراق يعد بين الدول المرتفعة جدا نسبة النمو فيها الآن نخفض من مرتفعة جدا إلى مرتفعة وتوقعات الخبراء والمختصون في جانب الديمغرافي ربما بعد عقد من الآن قد تنخفض نسبة النمو السنوية للسكان دون الـ 2% وهذا هو الهدف حقيقي الذي يحقق حالة من الاستقرار للسكاني هذه اللحظة التي تحدثنا عنه هناك إلقاء باللائمة على سوء التخطيط وأن كل ما يتم الحديث عنه في هذا المجال لا يعدو كونه حبر على ورق لا وجود له على أرض الواقع فيما يتعلق بمعالجة إشكالية النمو السكاني في العراق لا هي للأسف حقيقة التخطيط نحن بالمثل العراقي ونحن نتحدث ببرنامج بالعراقي يقولون حياة نصيص يعني كل مشكلة تكون موجودة في الواقع تلقى على هذا الحائط فقط بالتوضيح سيد المنشف أتحدث عن التخطيط بشكل عام في الدولة العراقية وليس فقط في وزر طبعا أنا أيضا للتوضيح ليس القصد من شيء آخر أيضا للتوضيح أقول أنه حقيقة المشكلة ليست في التخطيط يعني خلينا نسو مقاربة حتى تكون الفكرة واضحة بالنسبة للمشاهد الكريم يعني المريضة بعد الله عنكم المرض عندما يذهب إلى الطبيب ويشخص حالته المرضية ويكتب له العلاج ويقول له شفاءك بمرتبط بهذا العلاج فالمريض إذا ما أخذ العلاج لأي سبب كان طبعا المريض ما أخذ العلاج مرة ربما ما عند الإمكان يشير العلاج مرة ربما يقول راح أصير زين ما أحتاج العلاج مرة ما لقى العلاج بالمكان المخصص بالنتيجة تعددت الأسباب ولكنه بالنتيجة ما أخذ العلاج فهنا إذا ساءت حالته من يتحمل مسؤول هل الطبيب يتحمل مسؤولية أنه حالة الصحية ساءت بالتأكيد لا الطبيب شخص الحالة ووصف العلاج هذا هو حالة تخطيط الواقع العراقي حقيقة وهنا لا أريد أيضا أن ألقب اللائم على الجهات التنفيذية وأقول أنها قصرت أقول أنه الواقع العراقي دائما مليء بالمطبات مليء بالمشكلات التي تعيق تنفيذ الخطط يعني نحن وضعنا ثلاث خطط تنمو من 2010 لغاية الآن ونحن الآن على أبواب الخطة الرابعة ولكن في كل خطة حقيقة نواجه مطب كبير ومشكلة كبيرة ربما تخرج أو أخرجت الخطط عن مساراتها ولم تحقق يعني نسبة عالية من أهدافها مرة تكون أسباب أمنية شريدة في الوقت مرة تكون أسباب سياسية أنكم تقدمون الخطط إلى الجهات التنفيذية ولكن هناك عقبات يعني تحول دون تنفيذها الخطط التي تقدمونها كم ينفذ منها بنسبيا يعني يعني أكيد نسبة التنفيذ حقيقة ليست بالمستوى المطلوب يعني ربما دون الخمسين بالمئة ولكن حتى هذه الخمسين بالمئة أقول يعني الوضع أو المشهد لا يصف بكل هذه السلبية وهذه السوداوية في العراق ثمت ما تحقق يعني هناك كثير مما تحقق خلال السنوات الماضية مشاريع كثيرة نفذت ولكن في قابل أيضا هناك مشاريع لم تنفذ بسبب سوء وتعقيد الظروف في العراق ولكن بالمجمل أنه نسب التنفيذ أو نسب المتحقق من هذه الخطط هو حقيقة ليس بالمستوى المطلوب دائما نعم طيب سيد دهوي فيما يتعلق بالحلول يعني الآن هناك إشكالية في العراق فيما يتعلق بقضية النمو السكان لا يختلف عليها أحد ولكن هل بالإمكان أن تفرض قوانين لتحديد مثلا النسل أو يعني لضبط هذه القضية في العراق ما الموانع من ذلك حقيقة لا نعلم موانع إذا كان هناك رفع للوعي الثقافي والإنجابي للأسرة العراقية بطريقة صحيحة أي تحويل هذا العبد تنمو من يعني من تنمو إلى محركات تنموية من خلال الوعي الوعي مهم جدا أنا دائما أقول الوعي مهم بالنسبة للأسرة العراقية التي تجهل الكثير المقومات بنائها فلا اليوم ما تفهم ماذا نتحدث نحن الثلاثة في موضوع التنمية والتنظيم الأسري ما أدهم معلومات حول هذا الموضوع بالتأكيد والنمو السكاني والانفجار السكاني وغير ذلك فمن اللي وصلهم هاي الفكرة بالتأكيد منظمات المجتمع المدني المدرس غير ذلك حتى نرتقي بهذا يجب أن تكون هناك كراسات لتنظيم الأسرة وهذه كراسات توزع مجانا من خلال المصفات الصحية من خلال المراكب الصحية المتواجدة في المنطقة من خلال عقد ندوات ودورات للنساء للرجال على حد سواء في هذا الموضوع والرفع من مستوائهم ما عدنا غير موضوع عن غير هذا وفضلا عن ذلك المدارس يجب أن تأخذ دورها في عملية التذقيف يجب أن تكون هناك مناهج دراسية تثقف أبنائنا حول هذا الموضوع وأيضا تبين لهم مخاطر المتجار السكان وفضلا عن ذلك مخاطر التلمية في هذا الجانب نحن لدينا مشكلات متراكمة يا أخي العزيز يعني عدنا 3000 عشوائية حول المدن الكبيرة في العراق هذه 3000 ضم 10% من سكان العراق يعني لحد هذه اللحظة ما تحدث به جميل جدا ولكن أعود بك إلى ما يعني تحدثنا به في الجزء الأول من قضية القيود ربما تكون أو تعليم الدينية هل تسمح بمثل هذا التفقيف نعم الإسلام يسمح بذلك ورجال الدين يدعون إلى التنظيم حينما تكون الأمة تمر بكوارث وأزمات نحن نحتاج إلى عملية فقط الوعي وعملية إيصال الفكرة رجل الدين يجب أن يوصل هذه الفكرة بطريقة يعني صحيحة يجب أن نغير من النظرة الخاطئة والمغلوطة حول الإنجاب وكثير من الإنجاب في ظل الأزمات في ظل فقدان وجود التنمية والموارد الطبيعية التي ممكن أن تحمي أبنائنا ولذلك نحن دائما نقول يجب أن نضمن المستقبل لأبنائنا نحن لا نعيش حالة المستقبل لأبنائنا حينما يتون ولا يجدون الثروات ويجدون أن الأرض الزراعية قد انتهت لصالح البناء فضلا عن ذلك الموارد المائية وقصور في الموارد المائية فضلا عن ذلك نضوب النفط وعدم وجود يعني مناشط اقتصادية أخرى تكافئ النفط الموجود نحن شونا نقدر نضمن للأجيال القادمة وجودها وتواصلها ونموها بشكل طبيعي نحن كل هذا نفتقده نحن خطة 20-30 أو غيرها اليوم نقول نحن ما نقول حبرا على ورق فعلا حينما يشخص الطبيب اللي هي وزارة التخطيط وثم يعطيها إلى 38 وزارة ولا تنفذ هذه الوزارات ربما 10% من هذه من ما شخصته وزارة التخطيط نحن نجد نحتاج لنا وقت هذه التراكمات والأخطاء والعزمات السياسية فضلا عن ذلك الاتصادية العالمية ربما فيروسات وغيرها وتنشط في مناطق معينة من العالم تؤثر على اقتصادنا على حياتنا نحن نحتاج لعملية الوعي وهذا الوعي مفقود دائما نؤكد على مسألة الوعي مفقود فضلا عن ذلك ديننا يسمح بذلك يعني خاف واحد يقول الله الدين الإسلامي لا يسمح بذلك وأن لدينا عقد وتحديد الإنجاب وغير ذلك لا على الأكس تماما أكون مرونة بهذا الموضوع والدين ينظر إلى هذه الحالة نظرة إيجابية ونورة متوازنة يعني حينما نخشى على أبنائنا وجود أمراض سارية في المجتمع وتنتقل من الأباء إلى الأبناء يمنع الإسلام أنه ننجب أطفالا معاقين في هذا الجانب إذن فعلينا أن نهتر في عملية الترعية فقط طيب أعود إلى سيد علي جبار فيما يتعلق بالبلدان التي عانت من ما قد يعانيه العراق ربما من الانفجار السكاني لجأت هذه البلدان إلى استراتيجيات وخطط حولتها من أزمة إلى مكسب هل يمكن ذلك في العراق؟ هناك نوع من هذه الدول التي وصفتها جنابك دول التي ممكن تكون فقيرة جدا بمواردها والتي لا زالت تعاني وهذه وحدة من مشاكل العالم وهناك دول أنه ممكن خرجت في مرحلة معينة بسبب سوء الإدارة الاقتصادية للدولة أنه ممكن كان هناك تلك في عملية النمو الاقتصادي اللي يواكب النمو السكاني كمعدلات هذه نجحت بالسيناريات اللي ممكن نجحت فيها بدأت في عملية أنه تطوير في نوعية الأفراد اللي أصبحوا بالتالي منتجين على البناء الاقتصادي اللي ارتقى بنوع البناء الاقتصادي والتوسع في القاعدة الاقتصادية للدولة من البناء في السكان الإنتاج للفرد بمعدلات الدخل وإجمال النتاج العام للدول وبالتالي تحسنت هذا الوضع بشكل تدريجي هي لن تتحسن فقط سيد علي هي تحولت من أيضا تحولت من أزمة اقتصادية إلى قوة اقتصادية في بعض الأحيان ممكن نأخذ بعض الأرقام التي تهمنا في مسألة الكثافة السكانية العراق الآن بمعدلات على ما أظن 105 للكيلومتر الهند اللي هي أعلى والصين بالعالم تقريبا 500 للكيلومتر السعودية تقريبا بمعدل 17 تركيا بمعدل 92 نسمة للكيلومتر بمعنى أن ضمن المساحة الجغرافية للدولة العراقية تقريبا 27% فقط هي مستغلة أنه للسكن وغير كافية أنه ممكن تستوعب النمو السكاني الذي يصير ناهيك عن أنه الكثافة السكانية أصبحت معرقلة بشكل كبير جدا للموازنات التشغيلية التي تصرف بشكل سلبي من دون نتاج كبير جدا للبناء الاقتصادي يعني واحدة من الأرقام التي بها خلل وغير توازن أو أن عدام بالتوازن هي مسألة الدولة العراقية يشار إلىها أنه هناك نمو اقتصادي بالإجمال العام نتيجة بيع النفط لكن بيع النفط لا يكون نتاج اقتصادي أيضا سيد علي هناك أيضا حديث وتحذيرات حتى في قضية الإشكاليات التغذوية وهناك قصور في التغذية ربما يحصل مشكلة الجفاف الموجودة أصلا في العراق فيما يتعلق بتنامي الأعداد السكانية في العراق إذا ما استمرت بهذه الطريقة هذا اللي أنا بدأت حديثي به المثلث المهم اللي هو التعليم الصحة والسكن وعندما نتكلم عن سوء الحالة الصحية بمعنى نتكلم عن النظام الصحي دي اللي ممكن يستوعب هذه الأعداد يعني الآن احنا أمام مشكلة كبيرة جدا في الأعداد اللي موجودة البصرة اللي هي أكثر خطورة في معدلات التلوث بالجو هناك مشاكل كبيرة جدا السكان البصرة يعانم منها عدفه وعنى أنه تعقيدات النمو السكاني بشكل ممكن يكون اتيادي ممكن يكون كارثة وينتقل إلى مسألة الانفجار السكاني المضطرب عندما تكون الدولة مهملة في أداة أنه ممكن تستوعب هذا النتاج في النمو السكاني بشكل صحيح اقتصاديا أرجو أن تبقوا معي ضيوفي الكرام ودعونا مشاهدين ننتقل إلى فاصل بعدها نتابع ما فلسفة الحكومة العراقية لمواجهة التضخم السكاني المحتمل في البلاد من جديد أهلا بكم مشاهدين في هذا الجزء الثالث والأخير في هذه الحلقة التي نصلت بالضوء على الحلول والمعالجات الحكومية إذن مشاهدين في هذا الجزء نعود بداية إلى المتحدث باسم وزارة التخطيط السيد عبدالزهر الهندوي فيما يتعلق بوزارة التخطيط ورؤية الوزارة وما كشفت عنهم المسارات لرؤيتها للتنمية المستدامة لعام 2030 كيف ممكن أن تتعامل مع هذه المسارات وتقلل من نسب المخاوف المطروحة تمام هو بالحقيقة بدأنا بالعمل على ترجمة الأهداف أهداف التنمية المستدامة الـ 17 بدأ من هدف الأول مكافحة الفكر وصولا الهدف الـ 17 تحقيق الشراكات لتحقيق هذه الأهداف مرورا بالتعليم مرورا بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والتكافحة الفرص مرورا بالصحة مرورا بكل الأهداف الأخرى الـ 17 وهذا جاءت ضمن أولويات البرنامج الحكومي الخمسة التي في مقدمتها كانت مكافحة الفكر وبعد ذلك التركيز على المثلث الصحة والتعليم والسكن وفعلا بدأنا بترجمة هذه أطلقنا الوثيقة الوطنية السياسة السكانية التي ضمنت 11 محور عشرة منها الأساسية والمحور الهدعش حشد التيل والماصر لهذه السياسات أيضا هذه السياسات وكل محور منها تضمن مجموعة من الأهداف والإجراءات وتطلع الجهات مؤسسات الدولة بالكامل سواء كانت الحكومية أو غير الحكومية القطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام كلهم شركاء في تنفيذ هذه السياسات تركز على التعليم وعلى الطفولة والطفولة المبكرة وعلى الصحة والصحة الإنجابية وعلى السكن وعلى دعم الفئات الهشة وحتى على مواجهة التغييرات المناخية وتقلل أثارها على المجتمع وكذلك معالجة أسباب الهجرة الداخلية والخارجية فضلا عن دعم الفئات الهشة كبار السن والمعاقين في المجتمع وفعلا حقيقة أقول أن بعض هذه التوجهات بعض هذه السياسات تم العمل أو البدء بترجمتها وأشير بذلك إلى المدن السكنية الجديدة التي أخذت من هذرة التبار الزيادات السكان الحاصلة في المدن والكثافات السكانية على مستوى المراكز المدن والمناطق والأعمال التابعة والأقضية التابعة لها اليوم التوجه كمرحلة أولى إنشاء 16 مدينة سكنية لبغداد بالتأكيد الحصة ثلاث مدن في بغداد مدينة جواهري غربا ومدينة كل هذه المشاريع والتخطيط سيد هنداوي هو ضمن رؤية 2030 نعم بالتأكيد نحن نتحدث عن سكن اللائق ضمن رؤية 2030 وضمن حتى خططنا التنموية أن السكن مساحة وأهمية كبيرة جدا بسبب أزمة السكن المتجذرة في العراق منذ ثمانيات القرن الماضي والعراق لم يشهد مشاريع سكنية بالمستوى المطلوب تلبي الزيادات السكانية المضطردة لدينا في العراق لذلك حقا كان التوجه هو أن نذهب باتجاه بناء مدن سكنية متكاملة وخارج أسوار أو خارج حدود المدن حتى نخفف هذا الزخم الحاصل في مراكز وأشار الأستاذ علي أنه 27% مساحة العراقية المستغلة للسكن وبالنتيجة لدينا مساحات كافية أن تتوسع المدن لاستيعاب هذه الزيادات من خلال إنشاء وبناء المدن السكنية الجديدة وتكون متكاملة حقيقة هذه المدن السكنية متكاملة على كل المتطلبات الحياتية سواء يرتبط منها بالصحة أو بالتعليم أو بالطرق أو بالقدمات والبناء التحتية وغيرها وحتى وصولا إلى الجامعات وبالتالي هذا حقيقة سيحقق لنا هدفين أساسيا الهدف الأول هو أنه سنوفر سكن ونحل مساحة كبيرة أو جانب كبير من فجوة السكن والأمر الثاني سنحقق تنمية في المناطق التي ستشهد إنشاء هذه المدن السكنية الجديدة على اعتبار أنها ستنشأ في مناطق أو كانت تعاني من المشكلات التنموية بالتأكيد ستسهم هذه المدن أو هذه المشاريع في تحسين الواقع هذه الحزنة الكبيرة التي تحدثت بها سيد الهنداوي فيما يتعلق بفترة ست سنوات هل ستنفذ أم ترحل كما رحل ما قبلها طبعا أنا نتحدث عن جانب من جانب التوجهات أو السياسات اللي هو جانب السكن بالتأكيد فيما يتعلق بمشاريع السكن يعني البعض منها فعلا وضع لها الحجرة الأساس وبدأت الشركات تعمل بدأت العجلة تدور وبالتالي نحن نتحدث عن إنشاء فعلا في أرض الواقع يعني أنت تعلم سيد هنداوي القضية ليست فقط قضية السكن نتحدث هنا عن صحة عن تربية عن تغذية عن غيرها من المورد أنا أشرت إلى ذلك هنا أتحدث عن جانب السكن كجانب من هذه السياسات أما فيما يتعلق بالصحة وما يتعلق بالتعليم وما يتعلق بالدخل والغذاء أيضا هناك سياسات وبرامج ومشاريع أعتقد من شأنها تغير الواقع يعني فيما يتعلق بالصحة مثلا حقيقة هناك عدد غير قليل من المشاريع الصحية سواء كان مستشفيات أو خدمات بالتأكيد أيضا سترى النور وستدخل الخدمة سواء كان ما كان منها متوقفا لدينا أكثر من 70 مستشفى كانت متوقف وبسعات سريرية تصل بعضها إلى 600 سرير الآن نستنف العمل في جميع بعدما علجت مشكلات أو الأسباب التوقف وهناك أيضا عدد آخر من المشاريع المستشفىات الجديدة على مستوى الأقضية وليس على في مجال مراكز المدن في الأقضية سيكون في كل محافظة سيكون هناك مستشفى في الأقضية التي تحتاج أقترب على سيد هنداوي حتى نستم رجوقة مع ضيوف الآخرين في الدقائق الأخيرة سيد علي حيدر الدهوي هل ما تحدث به سيد هنداوي ممكن تنفيذ خلال هذه المدة الزمنية من رؤية الحكومة لـ 2030 أنا أنظر إلى هذا النظر التفاؤل والأستاذ قدم ما لديه حقيقة من أفكار وتصورات وما كتب على الوراق ولكن أنا لم ننظر إلى المستقبل بنظرة إيجابية مع الأسف الشديد لم ننوع مصادر الدخل الوطني يعني بديلا عن النفط ما عدنا في هذه الخطة ربما تشكيل صندوق سيادي نفطي يضمن حق الأجال القادمة من الثروات نحاول أن نبدد هذه الثروات بطريقة أخرى غير ما بها استثمار حقيقي كلها مجرد صرف ومجرد هياكل وبناءات لا تجلب لنا المال لا تجلب لنا الاستثمار تفعيل المعاهدات الدولية فيما يتعلق بالأمن المائي بالأمن الغذائي وتنشيط قطاع الزراعة نحن 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 نشتغل على تنشيط قطاع الزراعة ونحن نشوف اليوم التجاوز من قبل الأهالي على الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مناطق سكن يعني مساحات واسعة وكبيرة نحن اليوم ما حاولنا أن نستثمر في القطاع السياحي مثلا واستثمار في القطاع الخاص وتنشيطه اليوم لحدنا البلد يعاني من أزمة كهربائية خطيرة وكبيرة تشل حركة الصناعة في هذا البلد اليوم لم نرتقي بمستوى التعليم بنقله من مجرد تعليم ببغاوي إلى ربطه بسوق العمل ما الذي يعيق سيد حيدر ما الذي يعيق أن ينفعكم ذلك والسياسات الخاطئة مع الأسف الشديد سياسات الخاطئة والمحاصصات السياسية وتنصيب من لا يستحق التنصيب من الأحزاب السياسية بأن يكون مديرا عاما ووزيرا وغير ذلك وليس لدينا صندوق الابتكار للأفكار والتصورات المستقبلية مع الأسف الشديد علينا أن نبدع في أفكارنا في تصوراتنا وهناك من يحد هذه الأفكار حينما يأتي ويتسيد على المشهد من لا يمتلك الخبرة والمهنية في هذا الموضوع مجرد أنه ينتسب إلى حزب سياسي يعرف أنه مصير أربع سنوات وتنتهي ربما ويحصل على المال الذي يريده وينتهي اليوم قطع الأراضي توزع للمسؤولين لا توزع للفقراء والمساكين وروح أسأل ودور شوف هذه قطع الأراضي السكنية التي توزعت في الآونة الأخيرة المن يعني إلى مؤسسات لا تستحقوا حقيقة رواتبها عالية والفقير والمسكين العايش في العشوائية لا يمتلك متر واحد في هذه الأرض كثير من الموظفي لا يمكن يكون هذه الأراضي لذلك علينا أن نقضي على الفقر والبطالة وتشغيل الشباب وتفكير أيضا ماذا يعمل الشاب وين أقدر ممكن أستثمر هذا الشاب في مناطق معينة تعود بعوائد مالية ربحية لا مجرد خدمات يعني مكتبية وما شابه ذلك يجب أن نعود إلى عملية تنظيم الأسرة وتثقيفها وتوعيتها فضلا عن ذلك يجب أن نهتم برجال الدين وأنه هي الشخصيات المناسبة في هذا المجال في مجال الإنجاب وتصحيح الافكار المغلوطة عن الدين نعم كثير من الأفكار طبعا موجودة ولكن نحتاج إلى صندوق للأفكار لتجاوز أزبتنا الحالية حتى لا تتسلم اسمحني سيد دهوي أنتقل أخيرا إلى سيد علي جبار فيما يتعلق بالتحضير للتعداد السكاني هل تعتقد أن ذلك يمكن أن يرسم سياسة أوضح فيما يتعلق بمعالجة النمو السكان الحاصل في العراق لا زال بناء كل الأرقام والإحصايات التي يمكن أن نتكلم عنها هي نتيجة لأخذ عينات ومن الممكن أنه الحديث عنها بمثلة النمو السكان مسألة عدد السكان وأيضا الوفيات وغيرها بمعنى أن نحن نكون في مرحلة التخمين عندما ننتقل إلى إحصاء سكاني دقيق ممكن تكون هناك بناء الاستراتيجيات ممكن تنفيذية أعلى لكن ما يعيق الآن وما سيعيق أي برنامج ممكن يوضع من قبل الحكومة الحالية عدة مسارات المسار الأول أنه للأسف الحكومات المتعاقبة عادة ما ترفض أنه ممكن تنهج نهج الحكومات السابقة التي سبقتها ممكن نهجتها بمعنى أن الاستراتيجيات لحل مشاكل استراتيجية يجب أن تكون ملزمة لكل الحكومات القادمة هذا الجانب الجانب الآخر وهو المعيق الأكبر أو العاق الأكبر اللي هو مسألة التقسلات المالية مشكلة كبيرة جدا أنه أصبحت الدولة العراقية مضقلة بشكل كبير جدا بالإنفاق السلبي بمعنى أن نستهلك الآن تقريبا أربعة وسبعين مئة من إيرادات النفط فقط لرواتب موظفين متقاعدين ورعاية اجتماعية بمعنى أن هذا الاستنزاف لن يتيح للحكومة الحالية ولا القادمة أنه ممكن تنفذ مشاريع بمستوى عالي جدا إلا إن كان هناك ممكن فتح الباب بشكل واسع جدا للاستثمار والقطاع الخاص اللي ممكن يكون هذا تحدي داخلي كبير ولكن سيد علي فيما يتعلق بالحلول هل يمكن للأسرة الدولية مثلا أن تتدخل وتدخل على الخط فيما يتعلق بحل هذا الملف أمم المتحدة أو غير الأمم المتحدة بحكم عملي دوليا أنه عادة المساعدات الدولية تكون لها جدولة وأولوية أنه الدولة اللي ممكن تكون فقيرة بدون إيرادات مالية كبيرة جدا للعراق ليس ضمن هذه القائمة اللي ممكن يكون هناك تدخل دولي أنه ممكن يحل أزمة الصحة أو التعليم ممكن تكون هناك بعض المساعدات لكن ما تتجاوز أنه ممكن واحد بالمية أو أقل من هذا بكثير فبمعنى أنه التحدي لجنابك وصفته داخلي هو نتيجة سوء الإدارة منذ عام 2005 لحد الآن بل هو إرث أيضا ورثة العملية عملية إدارة الدولة من مرحلة ما قبل 2003 أهملت القطاع السكني بشكل عالي جدا أهملت البناء بالأفراد أنه ممكن يكون فاعل بالنتاج الاقتصادي والآن تكون أكثر سوءا نتيجة أنه أولا هناك هدر عالي جدا بالتخصيصات المالية التي ممكن تخصص البرامج والمشاريع هناك سوء إدارة وفشل كبير جدا هناك محسوبية والمحاصصة تكون معرقل كبير جدا أنه ممكن ننتقل إلى الحكم الرشيد الذكي باستخدام عقول ممكن تكون متمرسة بمستوى عالي جدا التي هي ممكن تقود المشكلة التي نعنيها الآن أو دنواجها بالعراق هي ليست ممكن سيناريا متفرد بالعالم لكن المشكلة الأكبر التي شخصتها كثير من تقارير الدولية هي سوء الإدارة بسبب العقلية الغير ناضجة إداريا بمستوى عالي أنه ممكن تكون متمرسة أولا بالإدارة العليا إدارة المخاطر إدارة البرامج والمشاريع هذا ما يتفتقد جسد الدولة العراقية اللي ممكن ينهض ببناء الاقتصادي بشكل سليم ونتكلم عن برامج أنه ممكن تقفز كفزات سريعة جدا أنه بالنبول الاقتصادي وتحل الأزمات اللي ممكن واجهها شكرا جزيلا لضيوفي من بغداد المتحدث باسم وزارة التغطيط عبدالزهر الهنداوي والمختص بإدارة الأزمات سيد علي جبار ومن بغداد أيضا الباحث الاجتماعي حيدر الدهوي وبختام هذه الحلقة ننتظركم يوم غد بموضوع جديد وبالعراقي ممكنكم متابعة البث والإعادة على منصاتنا المختلفة والتفاعل على ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء